نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بناطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وذلك باشتراك الفرقات المصرية الأسكندرية مع فرقات الدفاع الجوي الفرنسية شيفلياب بول يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة حيث اجتملت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية تضمنت تنفيذ تدريب للدفاع الجوي عن التشكيلات البحرية وكذلك القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية التي أظهرت قدرة الوحدات البحرية المشتركة لكل من الجانبين على إدارة العمليات القتالية للمفاهيم المشتركة والعقائد التدريبية المعمول بها وكذا تمارين المواصلات بالإضافة إلى تبادل أسطح الطيران وتنفيذ أعمال التصوير يأتي ذلك التدريب تأكيدا على الشركة الاستراتيجية والعلاقة السنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية